اشتركوا في القناة وزراء الفاو جوزيه جرازيانو داسيلفا في مقر وزارة الخارجية المصرية حيث انه من المقرر ان يبحث الجانبان في هذا اللقاء عددا من الموضوعات ذات التعاون المشترك وفضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون التلموي فيما بين مصر والدول الافريقية والمنظمة تحتفل اليوم مصر والقوات المسلاحة بيوم الشهيد والمحارب الذي وافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهي ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلاحة المصرية اثناء حرب السنزاف تكريما له وفخرا ببطولاته قال مسئولون امريكيون وعراقيون انهم يعتقدون ان زعيم داعش ابي بكر البغدادي ترك معركة الموصل للمقاتلين المقربين منه وانه يختبئ الان في الصحراء وترجح المصادر ان غياب بيانات التنظيم وفقدان السيطرة على مناطق كبيرة في مدينة الموصل يوحيان بان البغدادي فر من هذه المدينة قال مبعوث الامم المتحدة الى سوريا استيفان ديمستورا قال ان الحكومة السورية والمعارضة مدعوتان الى استئناف مفاوضات الجينيفية الثلاث والعشرين من شهر مارس الحالي كان المبعوث الاممي قد قدم تقريرا الى مجلس الانم الدولي بشأن القولة الاخيرة نهايتم مجزي الأخبار شكرا لكم وإلى مرتقى